موسيقى مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقات الأولى من الوثائقي العسكري الذي يتناول الذخائر الانتحارية الجوالة والتي بدأت بأخذ حيزا كبيرا من ميزانية القوات البرية للعديد من الدول خصوصا بعد النجاحات الكبيرة في استخدامها في الحرب الآذرية الأرمينية والحرب الأخيرة في أوكرانيا ولهذا السبب سارعت العديد من الدول إلى تطوير منظوماتها القديمة للاستجابة لمتطلبات السوق العسكرية المتنامية وفي السياق تداولت مصادر مطاعة أن شركة يوفيجين الإسرائيلية وهي شركة دفاعية معروفة بتصنيع الأنظمة الانتحارية أصدرت مقطعا لعائلة هيرو الجديدة من أنظمة الطائرات الانتحارية غير المأهولة ومن المواد الترويجية لقدرات هيرو القتالية أصدرت صورة لدبابة قتال رئيسية كهدف لهذه الطائرة والتي تشبه دبابة T-90S الروسية والتي تنتجها شركة أورال فاغونزافود التي ناينتي أو التي تسعين هي دبابة قتال الرئيسية الروسية من الجيل الثالث دخلت الخدمة في عام 1993 تعتبر هذه الدبابة نسخة حديثة من دبابة T-72B القديمة وتتضمن العديد من الميزات الموجودة في الدبابة الأقدم التي اي تي يو وبالعودة للشركة الإسرائيلية فقد تم تصميم عائلة هيرو لأنظمة الذخيرة الانتحارية في بداية الأمر خصيصا لتلبية الحاجة للإطلاق من منصة جوية فبفضل التوقع الصوتي والمرئي والراداري والحراري المخفض ونظرا لتجهيزها برأس حربي كبير لمواجهة الهداف عالية القيمة والمحصنة يمكن لهذه الأنظمة الانتحارية تحديد موقعا وتعقب وضرب الهداف المموهة أو المتحركة بدقة كبيرة وبالإضافة لكونها مناسبة للنشر من منصات جوية متعددة تتميز أنظمة هيرو بسرعة عالية وبحمولة معيارية لمجموعة متنوعة من التدابر الألكترونية إلى جانب الحشوات الحركية المتفجرة هذا يجعلها مناسبة للاستخدام في أي مهمة هجوم أويلة المدى وطويلة الوقت تقريبا تزود أنظمة الذخيرة الانتحارية بشكل عام القوات القتالية بقدرات فريدة في ساحة المعركة الحديثة حيث توفر مستويات تكتيكية بقدرات فتاكة ذات دقة غير مسبوقة مع تقليل دورة الاستشعار إلى المستشار ومطلق النار فقط والحفاظ على الاستقلال التشغيلي وفي سياق التطورات الأخيرة صرح رئيس التنفيذي لشركة يوفيجين بالقول تم بالفعل إثبات هذه القدرات القتالية من قبل القوات العسكرية الرئيسية للناتو وغيرهم من العملاء التشغيليين ليوفيجين في جميع أنحاء العالم مضيفا أن اتفاقية أبرام للتطبيع مع إسرائيل فتحت فرصا جديدة للتعاون بين شركة يوفيجين والقوات العسكرية في منطقة الخليج ومنها بالأساس الإمارات العربية المتحدة وربما سعودية ودولا خليجية أخرى لاحقا حيث تخطط الشركة الإسرائيلية لتقديم أحدث أنظمة الذخائر الانتحارية التي تلبي متطلبات المنطقة وأضاف تعتبر شركة يوفيجين الإمارات سوقا مهمة حيث نسعى إلى تعزيز الشراكة الجديدة بين البلدين الذخيرة الانتحارية هي فئة من أنظمة الأسلحة التي تتمثل عناصرها الرئيسية في منصة غير مأهولة زودت برأس حربي هذه الذخيرة تحوم حول المنطقة المستهدفة للبحث عن الأهداف واختيار المهمة منها كما أن هذه الذخيرة قادرة على مهاجمة الأهداف التي ترصدها مصادر خارجية مثل المنصات الأخرى غير المأهولة وجنود قوات العمليات الخاصة في الخطوط الأمامية يسمى هذا النوع من الذخيرة أيضا طائرات غير مأهولة انتحارية أو طائرات كاميكازي تشمل مزايا الذخيرة الانتحارية إمكانية رد الفعل السريع بعد اكتشاف الهدف خاصة تلك التي تبقى في مجال إطلاق النار لفترة محدودة مثل مركبة القيادة المتحركة أو كقاذفة صواريخ مضادة للطائرات تعمل هذه الذخائر دون أي حاجة إلى كشف منصات مأهولة قيمة مثل طائرات الهلكوبتر الهجومي أو طائرات الإسناد القريب وتعريضها للمضادات الأرضية هنا تملأ الذخيرة الانتحارية الفجوة بين صواريخ كروز والمركبات الجوية غير المأهولة فالفرق بينها وبين صواريخ المناورة هو أن الذخيرة الانتحارية يمكنها المراقبة في المنطقة المحددة فهي تبحث عن الهدف فيمكنها أن ترسل الإحداثيات إلى المدفعية أو أن تضعب الهدف بنفسها ويتختلف عن الطائرات غير المأهولة من حيث أنها صممت لتنفيذ هجوما انتحاريا ولها رأس حربي مدمج وقد اختلف الخبراء حول تصميمات مختلفة على أنها نموذج الأصلي للذخيرة الانتحارية فقد تم ذكر صاروخ ديلايلة الذي طورته شركة الصناعات الإسرائيلية والذي تم إدخاله في الخدمة في إصدارات مختلفة منذ بداية الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات تم تصنيف صاروخ ديلايلة على أنه صاروخ كروز وذخيرة انتحارية في نفس الوقت على عكس صاروخ كروز النموذجي المبرمج على هدف ثابت قبل الإطلاق فإن الميزة الفريدة لصاروخ ديلايلة هو أنه يمكنه الدوران ومراقبة منطقة معينة لتحديد الأهداف واختيار المهم منها قبل الهجوم كما يشير الخبراء أيضا إلى البرنامج الصاروخي المضعد لرادار الفاشل الذي تم إجراءه في الولايات المتحدة في العوام 1982 وإلى 1991 وهو التحسط رينبو AGM-136 باعتبار سلف الذخيرة الانتحارية فقد كان من المفترض أن يكون سلاحا منخفض التكلفة يدعم قمع الدفاعات الجوية للعدو الأس إي أي دي ويشير البعض الآخر إلى أن أول نسخة حقيقية للذخيرة الانتحارية هي القذيفة الطائرة هاربي التي صنعتها شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلي منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي تم تصميم هاربي لمهاجمة أنظمة الرادار ثم تم لاحقا تطويرها لمهام قمع الدفاعات الجوية للعدو الأس إي أي دي وبعد العديد من الاختبارات الناجحة اشترتها الكثير من الدول حول العالم منها كوريا الجنوبية وتركيا والهند والصين يقول الخبراء أن الدورة الرئيسية للذخائر الطوافة أو الجوال أو الذخائر الانتحارية هو قمع دفاعات العدو الجوية فبعد مواجهة صعبة مرت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عنظمة الدفاعات الجوية السوفيتية المصدر خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر سعت إسرائيل إلى إيجاد حلا لمواجهة هذه التهديدات التي أنهكت قواتها الجوية في أول أيام الحرب فتطور التكنولوجيا والعقيدة المستخدمة من قبل مضعدات الطائرات السوفيتية وتصدير هذه المعرفة والأسلحة إلى مصر والسوريا يعني أن استخدام الصواريخ المضادة للرادار مثل صواريخ شرايك اي جي ام فورتي فائف الأمريكية وغيرها من الوسائل المستخدمة سابقا لمهاجمة النظم الثابتة المضادة للطائرات لم تعد فاعلة في أرض المعركة فالنظم السوفيتية الحديثة والمتنقلة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على طائرات الوايلد ويزل وطيارها المدربين تدريبا عاليا من ذوي الخبرة فالوايلد ويزل هو اسم يطلق عليه نوع من الطائرات الأمريكية الصنة التي كانت مزودة بصواريخ مضادة للإشعاع الراداري ففي عام 1982 وخلال عملية معركة سهل البقاع ضد الدفاعات السورية تم تنفيذ عقيدة اختراق جوية جديدة حيث استخدم الإسرائيليون مختلف الطائرات غير المأهولة بما في ذلك الطائرات غير المأهولة التي تستخدم كأهداف جوية فالخطة كانت في إرسال طائرات الدرون لاستفزاز واستطلاع الدفاعات الجوية لتحديد مواقعها والموجات المستخدمة ثم بعد ذلك يتم استهداف بصواريخ مضادة للإشعاعات الرادارية فالبرامج العسكرية مثل هاربي أو تاسيت رينبو AGM-136 التي تم تطويرها في الثمانينيات من القرن الماضي جمعت أجهزة الاستشعار التي تكشف عن وسائل الرادار مع مركبة جوية غير مأهولة أو منصة صاروخية مع وظائف القيادة والتحكم وقدرة طيران الدورية أو الطواف حول المنطقة المستهدفة كل هذا من أجل تمكين وضع ذخيرة رخيصة التكلفة نسبيا مستعدة في أماكن النشر المحتملة لوسائل الدفاع الجوية والهجوم الفوري بمجرد ظهور أحد عناصر النظام المضاد للطائرات المتنقل وبهذه الطريقة تم تحوير الطائرات غير المأهولة كشراك خداعية مع إمكانية حمل ذخيرة حركية من خلال منصة واحدة صغيرة متكاملة تعتبر رخيصة التكلفة نسبيا هذا بالطبع مقارنة بطائرات قامة دفاعات الجوية الوالد ويزل ترجمة نانسي قنقر